السيطرة على محور فلاديل في لطالما شكلت أولوية قصوى بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبدو أنه يتجه نحو خطوة إضافية لدعم هدفه المحور كما نتابع في هذه الخريطة يعد منطقة أمنية عازلة ومعبرا ثلاثيا بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يبلغ عرض محور فلاديل في حوالي 100 متر وطوله يبلغ نحو 14 كم من ساحل البحر المتوسط كما نتابع حتى معبر كاريم أبو سالم جنوب قطاع غزة وقد ظهر على إثر معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل وأنشئ عليه معبر رفح الحيوي الذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية أقرت خرائط البقاء بهذا المحور والتي ستحدد أماكن انتشار الجيش الإسرائيلي كجزء من اتفاق محتمل لتبادل المحتجزين الأحياء إسرائيل ترى أن هناك أنفاق عابرة للمحور وتعتبر منافذ لوجستية لحركة حماس الأمر ينفيه الجانب المصري فالقاهرة ترفض تغيير الوضع وتتمسك بضرورة الانسحاب الكامل من معبر رفح ومحور فيلاديلفي بمجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية إسرائيلية